تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشي الحوث الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في استهداف متعمد وممنهج للأعيان والمنشآت المدنية والمدنيين وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني مشيدة بأقضة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها وأتؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين ودعمها التام للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها واستقرارها مشددة على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها ميليشي الحوثي ضد المملكة العربية السعودية والتي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة